بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة حضر الله بصف الاول الثانوية لشرح تبسيط قاعد اللغة الانجزة ان شاء الله شاركو مستمرين مع كتاب جيم عام 24 الوحدة الثالثة الدرس الاول اللي بتنه هرده ان شاء الله نختلفهم ب test yourself اللي جاي عليهم والعنوان قدامك واضح والبداية على صفحة 116 على بركة 3 نبدأ بجزء الفوكابلري المفردات اول جملة بتقول after losing بعد خسارة هيردجوب اي رجو بعد ما خست وظيفتها من سنة عدت يعني الوظيفة راحت she got in اصبحت في ايه to be able to support her family اصبحت فيها عشان تقدر على مسندة العيلة بتاعتها دي بيت مناظرة ديت معناها دين يعني بيجيت مديونة ربنا عافينا profit معناها فائدة ومنفعة وعندي ديت معناها تاريخي she got in debt اصبحت مديونة اتدينت عشان تقدر تساعد العيلة بتاعتها فيدي بولا فيها the play المسرحية that i attended اللي انا حضرتها in that في كذا was one of the best plays ever كانت واحدة من افضل المسرحيات على الاطلاق طيب المسرحية احدى الوافين يا شباب في السينما ولا في الستيديان استاذ يعني ولا television 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 ولا for the tour المسierteة للمسرح المشاهدة الطبيعية للمسرحية في المسرح شمي حاجة ابحة عليا يا مستر لم احنا نظر المش 이� JERSE Society في الفيزيون لا يا بش á انتaçõesا بتشوف التلفزيون مسجلة لكن المشاهدة للمسرحية بطريقة مباشرة في المسرح تروح هناك شمي حاجة يقول لي يا مستر ليه ما خدتش تلفزيزيون لم احد Herneyorde فيدلي ما بيجب لنا المصرحات حتى تليفي زي trumpet لا تشوف في تلفزيزيون مسجلة يا مصرحية عرضها الطبيعي فين في الثياتر في المسرح دي المسيقه دماء بلت هيوج اللي بنوه كان ضخم ونحته قصصهم على حوائطه بنوه ايه كلمة ترمبل معناها يرتعش معناها معابد مش محتاجة ترجمة فاكتوريز مصانع المسيقه دماء بنوه المعابد وعلى الحوائط بتاعتها نحته قصصهم وهي حياة اعتقد انه لا يوجد كازو جافرة بعدها لمزيد من الناس عشان يدخلو تعالى نشوف صالة اكبر من دي روم معناها حجرة رومز معناها حجرات رومنج معناها تسكين اجيب حد احطه في مكان ازكينه وعندي روم بمعنى سبيس فراغ ايثينك دير از نو روم معناها نو سبيس مفيش فراغ مفيش مكان فاضي يجب مزيد من الناس مش معناها مفيش حجرة وده معناها الجملة واحنا قلنا حركنا الشاشة عشان نخلي الجملة خمسة ظهرها بطريقة افضل وبيقول فيها كلنا يجب ايه الرئيس للخطط اللي هو حططها علشان ايه مستقبل افضل الوطن طب يقولونه ليه يساند سابورت ولا سابوز يفترض ولا هندر يعوق ولا ريبورت يكتب تقرير لا لازم سابورت بمعنى يعيد او يساند في ستة بيقول I spent most of my انا قضيت معظم ايه in the field of communications in the USA في مجال الاتصالات في امريكا طب الايه اللي اضاها ده روفيشن معناها مهنة او حرفة وارك معناها عمل كرير الحياة المهنية وهي الممرسة الفعلية للشغلان اللي ربنا ادهها لك جوب معناها وظيفة كرير الشابه المعصودة بالجملة دي ليه بيقولك انا قضيت معظم حياتي المهنية الحياة فعلا قضى الشغل كله بتاعه في مجال الاتصالات مش حرفة او مهنة اللي يتمثل الوظيفة بالنسبة لك او واركة عمل او جوب اللي هي الوظيفة نفسها لا انت الممرسة الفعلية للعمل اسمها كرير وهي دي اللي خدناها ايجابة كان فيه تعبير من الالم والميزري ميزري اللي هو البؤس والشقاء والحاجات اللي ربنا عافينا طيب ظهر على وشه كان يبدو عايز دي وصفه انا كده ميزري ماشي اللي هي البخل والشقاء والتعاسة ولا ميزر بخيل ولا ميزر بايس ولا ميسنج اللي هو فقدان الشيء كان يبدو بايسا يعني الدنيا ضيعمها موجب بمعظم كزا الكاتب العظيم اللي عندنا نجيب محفوظ ماشي معناها عمل وهي كلمة غير قابلة للعدد ما تتعدش جوبس معناها وظائف لان كلمة جوب في كلمة قابلة العمل كاريرز جمع كلمة كاريرز اللي هي ممارسة في الحياة المهنية ولسه حالينها بجملة رقم ستة ووركس لما تضف لها اس معناها اعمال ادبية او فنية او حتى معمارية ونجيب محفوظ درجة الكاتب ينفع جيب له العمال ادبية بتاعته بكلمة ووركس بمعنى عمال ادبية ايجابة وحيدة صحيح تسعة بتقول بعد عشر سنوات من ايه عمل لكما قرر ينسى كل المعاناة اللي مر بيها ويبدأ حاجة جديدة بعد عشر سنين من ايه معناها يس جن ده فعلي امبريزون منت السجن وده الاسم منها معناها سجين معناها سجن بعد عشر سنين سجن ربنا عافينا طلع يبدأ حاجة جديدة عشب لك فيها شخص كذا بيبقى تخين بس ايه بطريقة طفيفة وجميلة حلوة يبقى ده ثن نحيف ولا اوفر ويت اللي هو الوزن المفرد الوزن زيادة ولا بلامب ممتلئ ولا انتليجنت اذا كده كده اسمه بلامب ممتلئ يعني جسمه مليان لكنه له تخين بطريقة يعني فضيع ولا نحيف بطريقة برضو ايه مفرد ده ايه بيقوله عليه ممتلئ يعني جسمه لطيف كلمة ايرن معناها يربح مال كلمة لوز معناها يخسر وتنفع مع المال برو طب يبقى الكلمتين دول ايه ادفردس و ظروف ولا اجيكتف صفات ولا سن نمز مترادفات ولا انت نمز متضادات ده كده متضادات لان ديه عكس دي المكسب عكس هي الخسارة ادناشر احنا محتاجين نم لكل الفراغات اللي في الشباك الشباك في كزا فتحة عايزين يسدوها في ايه بقى في المنطقة دي رادس في ايران ولا ديت سيديون ولا مرشن سجر ولا سجون في فران وعشان كده عايز يسدد الشباك لحسن تخشي منه اوه عتستلف علشان حاجة ملاش عايز عشان تشير حاجة ملاش عايز تمام كده طيب ده انت بالفعل الدنيا مضايع معك عندك الكسير من ايه ديت سيديون ولا سالريز المرتبات الشهرية ولا بيز الاجور الاجور اليومية والاسبوعية انت عندك بالفعل ديون من ايه لبنيلة وربنا يسلم اي بريفير تو بيئة انا افضل ان انا اكون كذا حط لك فلسطوب ماشي المرتبات السابتة معناها جابها لك اوه انها مش بتلبي احتياجات المعيش يبقى ده عايز ايه ده عايز يبقى عندي يبقى عايز يبقى بريزنور الساجين ربنا عافينا ولا ماشيين اه ولا كاركتر شخصية اه وتيجب معنا شخصية في عمل فني وما لا زال ولا ميرشاند عايز يبقى تاجر اه لان التاجر ده بيبقى ويتعامل مع المال والبيع والشراء بطريقة يومية فاييه مش هيستنى المرتب اخر الشهر بعدشين دقيقة بعدشين دقيقة انتظارا للمسعد اللي هو الاسسانسير يعني اي فراغ بعدها او 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 اكتشف اني الزرار اللي داس عليه كان زرارة غلطة الحمد لله اتمام بمعنى وجده الماضي من ولا هصل على ولا او بمعنى يدين او الماضي من يدين بي الى كذا وعندي يرند اللي هي كسب زمان لفلوس هو وجد بعد عشر دي اواف لأى نفسه داس على الزرار العرب اتصف اذهب لجوزة رابطة الماضي والمضارع التام كانوا عليها القارئة من الوحدة اي هاونج طايم أؤمن كلمة دلة المدرع التامية يكون وراها مدة زمنية محددة تقبل أن تقوم بها جملة نفي حاجة تانية على أنطل في فكة المدرع التامية وان يوجد ظرف زمن زيالون مطعم سينسي وراها بدأة المدة المدرع التامية I haven't met my friend since الكلام هنا اختلف وجاي بضمير بعدها abroad أي رجوع الجودي تدل على الماضي وعندك since انها هو جاي في جملة في حالسين الحادث في الجملة اللي من طرفها الآخر مضارع تام منفي يبقى جملة هي تكون ايه؟ يكون ماضي بسيط خلص يبقى travel الجملة I haven't met my friend since he traveled abroad أي رجوع أنا لما ألتقي بصديقي منذ أن سافر إلى الخارج من سنعة من سنعة ليه ما خلناشها travel إحنا قلنا القاعدة since جملتها تكون ماضي بسيط وإنها حتاني مضارع تام ودي قاعدة مفعشل إني مضارع تام رابز المضارع بسيط برضو مش من القاعدة have you done your work alone وجملة دي احنا حانينوا واحدة شبهها لما كنا بنحكي في الدرس بتاع القواعد تدبيات القواعد في الفيديو اللي أبدا وده علامة استفام I can believe it أنا مش قادرة أصدق ما أقول انت عملت ده بالفعل إيه بقى أريدي التي توشيل زي ما قلنا الاستغراب بقيام شخصي بحدث في وقت قياسي فبعملها بالشكل انت شاهده يت ما ينفعش تقفل معي الجملة لانه مش قادر رد عليها لانه حانين لا تضع القواعد لانه حانين لا تصدق قد تقفل معي لانه حانين لا تصدق قد تقفل معي مجيش فخر السؤال. دي كده صيغة التفضيل. يبا انت عايز مضارع تام. اهي. موجودة. يبقى فضلك هاف ايفر. اهي. اهي هاف ايفر. تمام? دي مضارع تام انا باستخدمه في صيغة ايه التفضيل في صفات في الصفات. يبقى دي افضل قصة انا قاريتها في حياتي. ما ينفعش اقول استيل هاف. استيل تدل على المضارع المستمر. انا عايز مضارع تام لصيغة التفضيل. هاد ايفر دي تدل على الماضي التام. وهاف نيفر دي فيها انا عايزي عايزي الازباد بهذا. نحرك الشاشة عشان نخلي جملة رقم عشرين ظاهرة معانا بطريقة افضل. بتقول الجملة اي دونت تينج ذا فود وجافرة بعدها كوك ديت. انا لا مهمين طبعا كلمة يت لانها تديني فكرة على المضارع التام. يقول انا لا اعتقد ان الطعام كذا طهيه بعد او حتى الان. طب نقول هازبن عشان تديني مضارع تام مبني للمجهول. ولا هاد بنت تديني ماضي تام مبني المجهول. ولا ووز بناء المجهول برضو. بس فرونة بسيط. ولا بي بناء المجهول في المستقبل. يت تدل على المضارع التامي باخد اي هازبن مضارع تام مبني المجهول. اجابة وحيدة صحيحة. دي تالت مرة طبعا واضح جدا. دي تالت مرة الفيس بوك بتاع الفيس بوك بتاعي هذه السنة. حصل له هازهاج دي معناها ان الفيس بوك ده فاعل. لا مش فاعل. يعني ان الفيس بوك ده فاعل. مش هو اللي عمل ده. ده ماضي بسيط مبني المجهول. ده ماضي مستمر وليسه ابن مبني المجهول. هازبن هاد مضارع تم ابن المجهول وهي الايابة بتاعتنا. بيقول ليه فيها? دي تالت مرة الفيس بوك بتاعي الاكاونتين بتاع الفيس بوك. هازبن هاد دي سير تم القرصانة عليه او تم تهكيره آآ هذا العام. سعد زولولو ده طبعا آآ سياسي مصري معروف. كان موجود في اوائل القرن العشرين. يعني الف تسعمية وتسعة عشر كانت الثورة الشهيرة اللي كان فيها سعد زغلول طبعا ايه? من رموزها او من قادتها. انتو اكسايل للمان فات وايس. اتنافى مرتين سعد زغلول. طيب انا طب سعد زغلول ده انا لسه اقول لك انه الله الرحمه الراجل ده كان موجود في سنة التسعتاشر. يبقى الراجل ده مات. طب بما انه مات بقى. الجملة اللي جاية عليه لاز بكلها حلقة بالماضي. يبقى ما اقدرش اقول لها السنت اللي هي مضارع تام. ولو سنت مستقبل ينفعه خالص. فاضل معي. اقول السنت ماضي بسيط مبني مجهول وسنت ماضي بسيط فقط. سعد زغلول ما نفاش نفسه. نفيه. يبقى ماضي بسيط مبني للمجهول. والسنت اجابة واحدة صحيحة. تاتة وعشرين بدأ الفراغ وفلسطوب. يعني كده كل دي هي الاختيار. المدير عايزها الرئيس العمل عايزها على وجه السرعة بطريقة عجلة. يبقى ايه? يبقى انت هنا عايز حاجة ده علاقة بالمضارع. بدليل انه بقول لك ده المدير اللي رئيس العمل عايزه. عايز الشيء داعي. تمام? طيب. يبقى ما قدرش اقول لها ده لانها ماضي تام. طب مين? طبعا مين الريبورت? مفهول بيه ومش فاعل. والمستقبل ما ينفعش انه بقول لك عايزه دلوقتي. يبقى نروح للاخيرة. هل تم طباعة التقرير بالفعل? المدير عايزه او رئيس العمل. بص معناها رئيس العمل. رئيس العمل عايزه على وجه السرعة. يبقى انت محتاج المضارع التام. المبنى المجهول في صغد السؤال. اجابة وحيدة صحيحة. نحرك الشاشة مرة كمان عشان نخلي جملة من 24 ل 30 ظاهرة معنا بطريقة افضل. طيب. كان فيه اختناق مروري في الميدان عايزه اقول لك ايه لمدة ساعتين ايه بفور. ما يجي وراها بداية المدة الزمنية مش المدة المحددة. ما اقدرش اقول ياتي انها تجي في المنفية. ما اقدرش اقول اجول انها تأتي في الماضي البصير. ايهب ستاد انجليش وفراغ بعدها. سن السالسة تسمها بداية مدة زمنية. بقول معها ما ينفعش فور اللي يجي وراها المدة المحددة ولا ريت النفي ولا جوه ماضي بصير. اشرف وفراغ مطش ويت. اه. يبقى اشرف وزنه زاد. يبقى انت عايز ده ايه? عايز ما يدل على. طبعا تدل على المضارع التام. يبقى انت عايز الزمن اللي يأكد الكلام ده. بمعنى اكتسب وزن كتير في الفترة الاخيرة. الماضي بسيط ما تنفعش عشان دي فيها منقل المجهول. واشرف فاعل مش مفهوله دي جملة مضارع بسيط اللي هو هايز جندي دي. وجنز مضارع بسيط بيتعامل مع اشرف على انه ايه? يقول لك ايه? طب اشرف يكتسب الوزن مع ريس انتلي. المضارع بسيط ما تجيش مع ريس انتلي. يبقى هروح المضارع التام واكد عليه هايز جندي جابة صحيحة. منهز بوت دات كار سنس شي فرق بعدها توليرن هاو تو درايب. بص يا سيدي. سنس هي اللي تشد عينك وتخليك تركز معها. جاية في جملة فيها حدسين. الحدس جملتها هو اللي فاضي والنحية التانية مكتمل. المكتمل جاي مضارع تام. حلو. ايه بس انس دي عايزة هنا? عايزة ماضي بسيط ده انك عندك ملحوظة في القاعدة كانت بيقول ايه? ازا جاءت سنس في جملة فيها حدسين. الفعل في جملتها هي يكون ماضي بسيط. والطرف الاخر مضارع تام ومضارع تام مستمع. دورة ماضي بسيط. مضارع بسيط. هاي ده ماضي تام. والاستار ده مستقبل. ادي استارت ده الماضي البسيط الاجابة الوحيدة الصحيح. حوار ما بين اتنين في تمانية وعشرين. هل سبق ليك? وزورت الاهرامات? ده السؤال ده الاولاني. رحت انا قال له ييس كزا ده يعني ماضي بسيط. انا رحت هناك السنة اللي عادت يا بان انت عايز ماضي بسيط. هفجون ده مضارع تام مش هنفق. هفجون زهب الى ولا ازال هناك هب انزهب وعاد. وانتهى الماضي البسيط هاتجون نماضي تام. انا اخد الماضي البسيط بس عشان كلمة ايه? last year. where is your father? اين والدك يا امينة? ودي ايز تدل على المضارعة? هي هو تو the supermarket. يعني راح ولسه هناك. مرجعش بده لنقول له فين ابوكي? يبا هاز جون. زهب الى المكان ولم يرجع منه حتى الان. هاز بل ما تنفعش انها معناها راح ورجع. ده ماضي بسيط وانا عايز مضارع تام. هاد جون ده ماضي تام وانا عايز مضارع تام مش ماضي تام. the dishes are clean. اللي تباق نظيفة. يبا ده معناه? ده معناه ان حد غسلها. فبيسأل مين اللي غسلها هو ها? هاد ده ماضي تام ما تنفعش مع ار. ده ماضي بسيط برضو ما تنفعش مع ار. لا مضارع يعني. دول يعني ارمس. ارمس معناها مضارع. ارمس معناها يكون ده مضارع. ووز ووشيط ماضي مستمر برضو مش تنفع لان الجملة مضارع بنتها تروح للمضارع تام هاز ووشت. الاطباق غسلت وحدث الغسيل واقع. والاطباق لسه عادة في مكانها والنظافة بينا عليها. فدي فكرة المضارع تام. حدث بدأ في الماضي ولها وصل موجود فين? موجود في الحاضر. ده اللي خلنا خلنا هاز ووشت مضارع تام اجابة وحيدة صحة. كده شباب كنتها تستور اللي كان قاعد درس الاول التاني من الوحدة تلاتة جمع عشرين اربع عشرين. لكن تدب ان معك لم تنتهي بعد. ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع مع معلم خبير اللغة الانجازية في مصر وسع الزد. السلام وعليكم وبركاته.